اخي تعيرني و اخي تقول مهم قتل ايام مالكي المعفونة خليتي الكوكوت ديالي كتوصلت لهذا الدرجة سنعود لكم واحد طريفة و قاعدت معي تموت بالضحك السلام عليكم و رحمة الله تعالى و بركاته بسم الله و الصلاة و السلام على رسول الله اهلا وسهلا اهلا باخوتي و بخوتاتي و المهمات الاباء و بكل من يتابع قناة صحر الطبيعة كنقول لكم مرحبه و الف الف مرحبه يوم جديد و فيديو جديد اليوم ان شاء الله بعدها نبدأ على بركاته الله و بسم الله في مكان حطي تعالى النعم يا صدى ربي هاد شراء النعمة يا الله مالكي يرزقك به هاد الغلة كنقول الحمد لله كنحيدها و كنقول الحمد لله هاد من فضل ربي هاد الحمده حاجتي بها في هاد الفيديو دياليوما هاد الحمده يلغط على تقنية واحد الكاريته قد يتشوفوها من بعد و غط تعرفوا على كل شي غنقدم لكم وصفة خاطط طيره سحرية غير كنتمنى انكم ما تنسوا ليجمو اللايكاتكم والبرتاج كنحيد الله يجازيكم بكل خير ما نطوش عليكم اكثر و كنت تعرفوا على محتوى الفيديو كنتمنى لكم فرجة منتعة وهنا يا بنات غدي نجي معاكم الواحد الحالة يرتالها وهي البوطة يجب أن يكون فينا البنات غير تحطي داع البوطة تجرب حلاكة و الدهون كلها تزول معها بلا ما تحكيه ما تحكيه ما تحكيه ما تحكيه طيب وصبعاتها هذا الشيء اللي سوف نعطيكم اليوم سوف نعطيكم الوصفة جيدة اولا سوف تقولون لي يا مالكي خليتي البوطة اصلت لها الحالة شوفوا البنات انا كما كنت نقول لكم عندي نشان ما غديش نمسحها عاد نجي نحط ما غديش نمسحها قبل و نقول لكم الله انا ربوطي عمرها ما كتتوسخ شوفوا البنات خليونا نكون متصالحين مع نفسنا ما كين شمراء ما كيجيش واحد نهار و البوطة ديالها كتوليها هكا يستحيل اه نظافها مزيانة كنوصيكم عليها دائما ولكن بعض الأحيان كتجي ضروف إما عندك ش ضروف ما كتدخل كوزينة تقدي فيها الشغل و تخرجها بزربة إما كتكون مريضة ما كتقدرش نوضي الكوزينة إما غايبهم خليها في دارك و ليدات كوراج لكي يردونك البوطة هكا مهم يستحيل أن البوطة ديالك يوميا تكون من ضفو ما كتطحش عليها فرتوتا هكذا كتشوف رغسمية ذادي الحرشاء و هكذا ما يفايد و هكذا ما مهم بعد ما نضرب لها غصية اذا غشوفوا هكا في الأخيرة تتشعل تقولوا يستحيل هكذا كانت من قبل الوصفة ماذا هي؟ سوف نبدأ على بركتي الله أنا لم أكن أحدرش علم التزبعي للغزالة ديالي هذه الكرارة ديالي و دياله أنا كنظر على بعض بعض التعاريخ اللي غايجيوني من بعض الأخوات اللي غايجيوني ما كي خليت البوطة ديالك بحل هكا المهم يقولون ما لا يفعلون أنت تقول لك لا أنت مصخة و أنت معفونا و خليدي بوطتك هكا و إلا بشي تنتي الكوزينة ديالك لا تلقي الخبار في رأسكم أنا شعلت البوطة على البنات و هكا نبدأ على بركتي الله هكذا هي النار ما عارف شمعش وش كذبه لكم راح شعل البنات كنتشدي العاصر هذا الحامض و تعصريها عليها و هي شعلة هكا تحاولي تعصري ذاك الحامض ديالك كامل هكا 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 الهكا هكا هذه الحامضة اللي زولت معكم في بداية الفيديو هكا كتكوبيها عليها كاملة و تتخليها تسخن نقصي النار طبيت الحال و خليها تسخن يجب ان لا نضيع العفعة لان الراس يسخن و لا نضيع البوطة سوف نضيع الماء في الغلاية لأنه في الوصفة من 40 عصير مهاجر و لا نضيع الماء ثم يسخل الراس يحمى جيدا سوف أرجع معكم سوف أبناتها أول ماء سوف نشد أجل جلوف الحمض الذي قمت بالسبب إذا كنت تعرفوا أن الحامض تحتاج إلى خلق القشر سنقبع لها الماء طيب ونخليها مرقدة سنقبع لها الماء ونخليها مرقدة حتى يبرد لها لمع لها تماما بعد ماء يبرد سنقبع لها الإضافات ونظيفوا الفعالية لها قدمة عنكم في البوطة وكذلك وهذه الحاجة المهمة مهمة هو انه تعرفوا بعد مره ما ليكتكاتر عندنا الدهون هنا كتولي هاد الحديدة هادي كتلسق كتولي وخا تبغي تجيها كتهسيها باش تزوليها تغسليها ما كتبغيش تهز تكتبقي تحفر عليها بالموس باش كتتهز لان دهون وخا كنديرو دي كمسحة خفيفة ما كنحكوها شكل حكا اللي هنا تهي كتلسق لنا هاد العوين وما كتبغيش تزول بهاد الخلطة اللي غادي نوريكم الطريقة كيفاش ديرو لها كما كنقولو احنا غا تنفض من بلاستها بكل سهولة رجعت معاكم البنات من بعد برد المهولي تنسى احمل الاناني نحطيطي فيه غادي نشط غا نحاول نبريسي هاد هاد القشور الحامض هاكا مزيان نخرج اذاك شي قاعلي فيه شوفوا صبح الله هملي كتكبعليه المكي ولي بحله هاري مويم غادي نعصره بحل هاكا وما تتحرك الخلطة غادي تمزيينه في سفاي ولا احنا انطوره الكبيره وفعله بما لا يمكن انطوره بسفاي من المشطح أنشبه مباشرة ونجعله لذاك هذا المزيد هنا الاضافات اللي غادي نضيف فيها غادي تاخدي معلقة كبيرة للاو قيصك غادي، غادي مساعدت معلقة كبيرة الى ما عندكش ديري خمارة اللي حبيتي اما خمارة اما بيكاربونات سوديوم بحال من بعد غادي تضيفي معلقة دي السائل الاواني اي سائل كتغسلي بيه معناتك غادي ديري كل شي هنا غادي تخلطي يعني في هاد مرحالة في نقول لكم الى بايتو تصفيوه من هاد حيث عرفتو اذا درتو هكا في البخاخ غادي تخنق الى بايتو تصفيوه من هذا اللوب هادا انا ما عنديش مشكل فيه صافي هنايا من بعد ما حركت كل شي مزيان تعرفوا الدور الحامضة البنات وحتى الى بيكاربونات خطيرين في التنظيف من حتى ما نقول لكم سيأتي للراس اللي احنا عدنا سخون وغادي تكبو عليه هذا الخليط غادي تكبو عليه وان يديرو في البخاخ كبو عليها البنات وفي البلاس سحكوه هو سخون وانا يردو البال علي يديكم بعد نصباعكم وحكوه شوفوا الكيميه دهو اللي تكون لاصخة كل شي يزول حتى هالطبايع اللي يكونوا في هادا الحديدة هادو اللي يكونوا كحلين ويقعدبونا هاتوا ما شوفوا البنات هاتوا ده كانت تفقص انا مني كانت تشدش الحاجة في جو يدين ها 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 التليفون شده بيد وكانت تحكمش بالحاجة المهم هاتوا ما شوفوا هاد البلاصة اللي غادي نحكها هاتوا شوفوا هادوك الطبايع الكحلين وهذا اللي يكونوا هنا عادة عادة عندنا نفر هذا الريوز البوطة يزولوا بكل سهولة هناك كبير هذه الكشكوشة التي تحدثت في خلفها ويقعدها عندما تحكمش ويزول لك الدهون وحتى أنها كانت بسهولة تكونوا من هنا بسهولة تنفض بكل سهولة ومن بعد كل شيء يجبك سهل تكبير الألماء و تضغط خفيفة كل شيء يخرج تضغط من الهون و تحكم فيها أكثر لنضع دهن تضغط خفيفة كل شيء يتهز سعيد لا تدعيه كما تدعيه ثم تدعيه هذا الشيء يجب أن تكون سميدة كيف يسحب لكم روسخها لن تقولوا رصح المصخة سميدة من الحرشة التي تسليها هذا الشيء هو غيب من يديل وخريقة لا تقول لك تشعل كنت منها يا ربي ان شاء الله نضرب لأفريقيا ونرى لكم كيف خرجتها اوها البوطة انظروا البنات غزالة انظروا البنات غير الدهوة انظروا البوطة لا يمكن ان تأخذها 10 دقائق وكما نقول انسان من الدم والحم تأتي علينا بعد مرة الضغوطات في الوقت نسمحوا في الحاجة ولكن هذه هي النظافة ضروري منها انظروا العوينات الخلطة يجربوا على دمان الغزالة وزوينة وفي الأخير من اللي نريد أن تهل نضع نقيطة جونسون لذلك الأطفال ونأخذ ورق المطبخ ونضغز عليها كامنا بعد مكان ساري اوها المعفى اوها الشركة دعوا مع أخدكم يا ربي يجيب لي يرزق حلال لكي نشري انوكس المهم انوكس انوكس لدينا لدينا الكوكوس ونطبق لهم لكي يرى ونجد ان تجاوب كثيرا لدينا الكثيرا مهم شاركتها معهم وفي التعليق انا كنت تقول مهم قلت لي مالكية المعفونة خليت الكوكوس فلنجد كيف حصلت الى ادراك ومن تصميم ومن تتفكر بشكل طبيعي كيف حصلت الى كوكوس والدراكة وقلتها بالخلطة وقلت تحليق ونطبقي الوصف على كوكوس كيف نرى نتيجة وفعالية ثم انوكس ويستحيل من الرابع المستحيلات انك ترضي الناس كاملين لهذا لا تنبقى يكون صدراسي بتعالخ الذي يأتي مني هكا السلبية وفي هكذا مهم كي يقول ما يوجد مشكلة كقرام وكتضحك هنا في نتعرفوا بان درته هكا وحلا ما لقيت راح تنبقى هكذا المهم ما يوجد مشكلة الدنيا هانية المهم هو ان الانسان يكون صادق هذا هو المهم رأى انا اكد بامكاني هذه البطلة يشو ان انا نقص من هذا السميدة ونضير لي وحد المسيحين نخليه نص وصخى ولكن لا ممكن لاش لان انا كنت طبقتك شي بالواقع كنت طبقتك شي اللي كيكون في اغلب البيوت ليس يوميا يوميا البطلة عندنا تشعل غير مكونوا واقعيين هذا هو المهم ومن ضحكوش على نفسنا وعلى الاخرين هادش اللي كينا البنات كتمنى اني ما كونش طوط له هاد الفيديو بزاب وكتمنى كتمنى تخليوا لي رأيكم على هاد الفيديو وكتمنى كذلك لا تنسونيش من لايكاتكم وبرتاج الله يجزيكم بكل خير هنا الفيديو ديانا غالي سالي وماء السلامة شكرا شكرا